السلام عليكم ورحمة ورحمة الله ومن ثم تكونوا بخير وعلا خير وبصاحة جيدة اليوم جديد لكم واحد الوصفه غزالة بزف هي وصفه مركبه تخص الشعر هذه الوصفه رائع بزف بواحد العشبه الذكرت في القرآن الى هي الريحان حيث قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للآنام فيها فاكية والنقلودات والاكمام والحب هذه العشبه هي غزالة غزالة بالنسبة للشعر ولكن احنا هاد الفيديو ديال الشعر فقط هاد العشبه غدين نطحنها و غدين نقدو بها واحد ثلاثة ديال الوصفات يعني واحد الوصفة للشعر اللي كتعالج لنشيب ووصفة اخرى للشعر اللي كترتب لنا الشعر وكتقوي وكتير وناعم وواحد البخاخ اخر اللي كيساعد لفتغذية ديال الشعر بشيو اللي طويل وناعم وتحيد منه القشرة وكذلك علاج الشيب هاد الوصفة لها ماشي صباغة ما غديش ديال اليوم وغدت وليلا هاد الوصفة خاصك داومي عليها يعني البنات والسيادات اللي عندهم الشيب في الشعر والشعر جاب ومزوين يداوموا عليها غدا الدومي عليها هاد الوصفة وهي من مكون واحد كنضيف عليها اضافات باش كتختلف ما بين البخاخ وما بين ديال الوصفة ديال الشيب والوصفة ديال تغذية تشعر تشعر تكتف دياله فقط هادي هي العشبة ديال الراحة كتشبه شوية الورقة ديال الشجرة لانها قصير عليها واحد شوية احنا غدي نديروها في هاد الوصفة او في هاد الوصفة المركبة غنديرو منها وصفة للشيب لعلاج الشيب يعني كترجعنا ذاك الميلالين اللي تكون فقدات الزغبة ديالنا وكنديرو منها وصفة لتطويل الشعر تكتيف دياله وملء الفراغات طريقة اللي غدي نديرو انني اخديت الراحة واحد الكميه ديال تقريبا زلافة زلافة صغيرة غدتحيدي منها العويدات وغدتطحنيها انا غدي نطحن هاد الكميه اللي عندي دياله الراحة كاملة من بعد ما غربتها في واحد الغربال اللي هو العيون دياله واسعين باش نحيي الدك الطراب ونقيتها من دوك العواد اللي فيها ضروري خصوصا تغربليها باش تحيد الغبرة باش هادك الغبرة من ديروش في الرأس ديالنا متسجش نلمسام دياله الرأس ديالنا انا من بعد ما غربتها حيت منها الطراب نفطتها طحنتها مزيان وفي الاخير غادي نغربلها باش نحيي الدوك العواد اللي هما غير زايدين غير غادي نشوفونا الشعر هاد الراحة راه زوين بزاف بالنسبة لعلاج الشيب إلا ان هاد الوصفات راه ماشي وصفات ديال الصباغة غادي تديري هدابة وغادي تطليها الرأس ديالك وغادي تصيبية تلون لا هادو وصفات ديال العلاج الشيب يعطونا الميلانين إذا خسنا ندوموا عليهم بالنسبة للناس اللي يأسوا من الصباغات الكيموية والصباغات طبيعية لربما فيهم الحنة ولا فيهم الخل ما كيوافق لهمش مع الشعر ديالهم ديلوا هاد الوصفة وتفكروني أنا من بعد ما اخديت هادك الراحة وطحنته وحطيته هو اللي غادي نستعمله في هاد ثلاثة ديال المراحل ديال الوصفة اللي عندي غادي نخوض هنا هادا كإضافة غادي نضيفه الى ما كانش عندك تقدري ما تضيفيش هادا دائما انا كنوصي به البنات او السيدات اللي كيبغيوا يعاجوا الشيب ديالهم هادي الورقة ديال شجارة القرقع دائما انا كنديرها ركما عرفتوني كنديرها هنا ما غاديش نطحنها لا غادي نديرها هاكدا واحد الحفينا وغادي نضيف عليها الماء اللي غادي يوصل لدرجات الغلايين هنديروا فوق النار حتي يوصل لدرجات الغلايين تقريبا هاد الحفينا اللي هاكدا هادي نضيف عليها تقريبا واحد الكأس ديال الماء وغادي نغطيها ونخليها كتتطلق رقدها يعني تكون بحل شكل ديال المستحلب 10 دقائق أو 4 ساعة سنجدها تقريبا جو سواء واذا تفكرت من قبل تقدري تدريها ليلة كاملة هي ركا تطلق بسرعة انا غادي نخدم معاكم بها تقريبا في واحد خليتها ما كاملتها ثلاثين دقيقة غادي نصد عليها بحل هكدا وتخليها كتبات ما شيف تلاجة غير خارج تلاجة تخليها تبات ليلة كاملة ولا تخليها جو سواء على فوق قدمها خليتها قدمها كتطلق مزيان انا هنا خليتها غير نصف ساعة راها بسرعة كتطلق لانها هي عشبة دابغة يعني كتطلق الدبوغية ديلها يلا قصت لك غير الحويج ما كتبغيش تحيد بالنسبة للوصفة ديال الشيب هادي هي اول وصفة اللي غادي نديرو اللي كتعالج لنا الشيب خديد جوج ديال ملاعق ديال الرايحان اللي هو مطحون ومغربل راني شفتوني كيفاش طحنتو غربلتو مزيان وغادي نبقى نضيف هاد المستحلب اللي تكونوا انتو ما خليتوه على الاقل جو سواه ولاخو دي شوية هكدا ودري فيه الماء اللي يكون غالي بزاف وصدي عليه واحدة طويصة وخليه ليلى كاملة غادي يكون دابة اغطالق بزاف كتار من هاد اللون اللي اعطانا دابة وغادي نبدا نضيف بشوية بشوية ضروري بشوية بشوية باش من هاد القوام ديال هاد الرايحان او ديال الوصفة اللي غادي نديرو في الشعر ما نديروها ش تكون سائلة بزاف لانها هي غير لازيجة غادي نديروها كتكون شي شوية خاتره قوام ديالها خاتر هاد الوصفرة ها رائعة دوموا عليها البنات دوموا عليها وديروها إلا كان عندك شي بزاف وانتي هكدا في المنزل وما بغيتش ان الشي بيكون فيك بزاف تقدري تديرها حتى ثلاثة الخطاط في الأسبوع تديرها نهار ونهار الله ما عندهاش مساوي إلا أن الرايحان من الأحسن أنها ما تديروش سيدة اللي تكون حامل واللي البنة اللي باقى صغيرة عندها ثم سنين عشر سنين بقى هي بقى كتنمو من الأحسن أنها ما تديروش لأنه راه رغم أنها ريحتو زوين هو زوين راه مجهد هادي هي الوصفة دينا ديال الشيب باش ندعموها باش تكون عندها واحد المستاقية أكتر غاد نضيفو فيها الزيت ديال السالمية او الزيت المريمية هاد الزيت راه رائع بزاف البنات اللي كيبغوا يديرو غير الزيوت او السيدات وما كيبغيش يديرو الخلطات تخض الزيت ديال السالمية او المريمية و تضيف عليه نفس الكيمية الزيت ديال القطران راه كيتبعتها هو في الفارماسي وفي المعشابات ماشي ذاك القطران اللي كيكون لابحة هكذا وقريعات و تضيف عليه الزيت ديال الحب السوداء تخلطهم نفس الكمية و تديرو مشعارات ايه زوينة انا هنا ضفت ملعقة صغيرة من زيت ديال السالمية او المريمية خلطة يمزيان وصل فيها هو الوصفة ديالك زوينة ولكن هاد الوصفة لا ما غديش نديروها دابا خليها على الاقل ساعة و هي كتخمار ساعة بحل شكل فاش نديروه لحنا اللي الناس كانوا كيدروها قبل ما كدجيش و كديرها شعارك بسرعة غير تخلطيها و تديرها لا و خنديروها في بانيون كون داك شي كتير و بغينا نديرو بزف ديال لحنا بزف ديال الافراد ديال النساء يعني المران و بنياتها و داك شي كديروه و كدخليه كدخمره واحد شوية هي اللي كدير الشعر بحال هكده احتهد الوصفة ديال الشيب داب غدي نديروه باش نديروه الوصفة اللي غتغدي لنا الشعر و في نفس الوقت غدي تكتفوه وتملأ لنا الفاراغات و كترطبوه و راها عن تجريبه و كيف ما تنقول لكم دائما راها موخودة من كتاب اللي هو زوين بزاف و مو صادق عليه هاد العشبتان هي اللي غدي نخوض باش نزيدها على الرايحان لها السدر هاد السدر راه البنات اللي كيعرفوه غدي غير يشوفوه هنط هنط بغيت انا ما يقدر جوج ديال الملاعق قبار غدي نشوف شحال غدا تعطاني هادي و غادي نضيف عليها الرايحان اللي بدقى عندي نفس الكمية بعيد جوج ديال الملاعق قبار جوج ديال الملاعق قبار إلي كان شعرك أنا بالنسبة لي راك اندي غير هاد الكميية رغم انني الشعر ديالي طويل بزاف ورغم ان شعر ديالي قوي ما تقولوش را كنت بها وانما الكمال ولله كله اشنو اعطاه الله خصصا اننا انا كندير الوصفات دائما درت جوج ديال الملاعق ديال الريحان وجوج ديال الملاعق ديال عشبة السدر هاد عشبة السدر هاها رائع بالنسبة للترطيب وحنا غنديروها مع الريحان غادي تعطينا انها تعالج النشيب وفي نفس الوقت تعالج لنا ذاك الجفاف ديال الشعر وترطبوه والليزوين ويملئنا الفراغات هاد الوصفات راهم رائعين غير جربوهم جربوهم هاد الثانية را كيبان المفعول ديالها من الاستعمال الاول هادي ديال التغذية الا ان الاولى باش تغطينا الشيب را ما يمكنش را لا داعي باش نكتبوه على روسنا بانك بغيتي تعالجي واحد الحاجة اي علاج كيف ما تنقول لكم را كيب غيمود دا سبغة بوحد هاللي كتدير او لا تقدر تكون ناجحة تعطينا النتيجة سور بلاس اما شي حاجة اللي بغينا نعجوها رخصنا مدة هنا كما كتشوفو را انا اضفت واحد الكيميه لبأسة بها ديال ياورد المسوس باش يعطينا داك الترطيب اذا هنا درنا رايحان جوز ديال ملاعق جوز ديال ملاعق ديال اعجبة السرر ودرنا واحد الكيميه تقريبا نصف كأس ديال الياورد حتى هاد الوصفه ما بغينا هاش تكون سائلة ما بغينا هاش تكون خاصها يكون القوام ديال شوية واقف واضفت هنا واحد الكيميه الملاعق ديال داك المحلول ديال عشبة الرايحان لذا انا قلت لكم غدا تلعب هاد دور وهاد دور اخر هنا غادي نضيف الزيد ديال الخوزامه الزيد ديال الخوزامه راه رائع بزيف زيف 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 نسبا لقشرفة لا بالنسبة للحكه ولا بالنسبة للنافا عجبة ، لا بالنسبة للفراغات بالنسبة الزيت الخزامة سيكون ضروري انك تشريه تقدري تدري واحد سمانة من قبل غادي تخودي الخزامة اللي هي هادي كتشوفوها وغادي تخودي واحد ثلاثة ديال ملاعق ديال الخزامة بلا مطحنهم بلا موالو واضيف عليهم اما زيت الزجلان ولا زيت ديال الدرة اللي كان طيبو به زيت الدرة ولا زيت زيتون دفع لي واحد الكأس وخليه واحد سمانة رغي يولي عندك الزيت ديال الخزامة من بعد ما خلط هاد مقونات كاملين والات عدنا هاد الوصفة الرائعة اللي غادي تدري هالشعر غادي تعجبك ريحة والريحة ديال وزوينة ما غايدة يرونجيك تقدري دابط نوضي تدريها ودريها لشعرك وتباتي بها راه ما عندها حتى شي مشكل غادي تخليها على الاقل للوصفة الاولى ديال الشيب اللي درتيها لشعرك اللي تغسليها وفي كلا الوصفتين هاد وبجوج خاص الشعر ديالك يكون نقي ما يكونش مستخباش بحراء هو يوصل غير الوصفة فقط لا يكون نقي بش يوصل لماسام كاد الوصفات بجوج كديرهم الدر ديال الشعر وكديرهم الشعر ديالك كامله والويه ديري إلا كنت تباتي بها ديري فيلم وديري لواحد الدرة وصباح غسلي هنا داك المنقوع ديال الريحان اللي يبقى عندنا هاد الريحان تقدري تديري كمية كثيرة مثلا في واحد السطيلة تديري واحد جوجة الحفنات وتخوى عليها الماطي وتخليها كطلق وهي تغسلي شعرك تهيي زوينة تهيي زوينة وتغسليش في الاخر بالماء بالماء العادي اما هاد البخاخ غادي تخليه فوقاش مكان شعرك ناشف غادي تبقى تذكو الاماكن تبقي ترشيه ثلاثة في النهار في المددسي هاد اكتو كمية كثيرة ديال الريحان خمسة درهم غادي اعطيك كمية كثيرة بالنسبة للوصفات هاد الوصفة الاولى ديال العلاج الشيب والوصفة التانية ديال تغذية الشعرك لان فيها الريحان وتطور الشعرك والبخاخ هاد وكلهم درناهم المقوين الاساسي الواحد اللي هو الريحان راهم رائعين نتمنى انكم تديروهم ودوموا عليهم على الاقل ثلاثة الخطات في الأسبوع ودوموا عليهم نتمنى انهم يعجبوكم وترجعو لي في التعالق والسلام عليكم ورحمة الله